السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناخد ان شاء الله الاسئلة الصحة والغلق كلها بتاع العجل وبتاع البنوماتيشي. هي طبعا متابعة الواحدة بتاعة المطور اللي هي الواحدة واحدة وعشرين. وهنحل الاسئلة الصحة والغلق بتاعتها. اول واحد بيقول بير جارانتي ريلا الادرينس ايه لبطل استابليتو دل الفايكولي عشان تضمني سبات آآ تمسك العجل وي الاستابليتو اللي هو سبات العربية على الطريق. بزونيا كنترولاري صولو. بقولك بتفحصي فقط. ساعة ما تلاقي كلمة صولو دي عملاه غلط على طول. فقط يعني فقط بتفحصي ضغط العجل بتاع العجل اللي هو العجلتين بتاعه الجر. لأ انت بتشوفي انهي عجلة. انهي عجلة مفروض ان انت بتعملي كنترول على العجل بتاع العربية كله وتشوف الضغط بتاعه كله. مش اللي اتنين اللي هم اللي بيجروا فقط. فطبعا الضمان ده فالصلا. تاني واحدة عشان تضمني اعلى امان بتفحصي بتفحصي حالة العجل. انكي سوى اللطي وعالجوانب كمان عشان تقدر يتواكهي اي 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 عضل مفاجئ فيها او اي انفجار فيها يعني ان هي اسجن فيها من انت تفقد الضغط بتاعها فلازم تبقى انت دايما بتعملي على كنترول وتفحصيها بطريقة دورية. وده ساحزيره. بعدها ري لابريسيون دي الجنفيات جيتروب وبصة. بقولك لو ضغط العجل منخفض جدا. ديلا البنوماتيشي. بينتج عنه استيلك ايه? الجوانب. وده صاحب فيرو. لانه طبعا لما بيكون العجلة مهوية اوراقة ده منخفضة الضغط بتاعك. الجوانب هي اللي بتحك في الطريق. بير مليوري آآ بيقولك عشان بيقولك مليوري لا بفرد دامينتو ديلا البنوماتيشي. بقولك يعني عشان من من الافضل انت العجل بيكون بارد. بزون يا دي من ويري لابريسيون دي الجنفيات جيه مفروض انك بتقليلي ضغط العجل. وده طبعا فلس. محدش قال كده ابدا ان نمشي بالعجلة مهوية عشان تبقى العجلة بارده. بير قولة عشان تضمني اعلى امانس ولا روتا ديلا الاستيسو على العجلتين اللي هم على نفس حادثة المحور. بزونيا قلت لي الزاري بنوماتيشي جوال. مفروض ان انت تستخدمي عجل شكل بعض وده صاح فيرو العجلتين اللي هما بيبقوا قدام بعض يعني مفروض ان هما بيكونوا جوالي شكل بعض. بقولك مش ما لا يجب ابدا او ماينفحش ابدا ان انتي تبديلي الوضعية بتاعت بيقولك يعني عشان تلاقي اداء احسن. طبعا غلط مين اللي قال كده يعني الوضعية? العجل كله شكل بعضه. انا مسلا ببدل العجلة اللي هنا مكان هنا او ايا كان الوضعية بتاعتها. مفيش اي مشكلة في الموضوع ده. فهنا بقولك مين الافضل ان انتي ما تعملش كده. لقى غلط فالسو طبعا الضمان. سبع بتقول عشان تضمني اعلى امان. بزونيا قلت لزاري اسكوليستيفامينتي بونوماتيتي ديلا الدومنسيوني بريفستي ديلا الامونلوجاتسيوني ديلا الفيكل. يعني من الافضل ان انتي بتستخدمي عجل ملائم لنوع وقانوني مصدق عليه للعربية بريفستي يعني اللي هو مكتوب للعربية. وده طبعا كل البريت او كارتا ديشيركولاسيوني للعربية بيبقى مكتوب فيها المزهورة ونوع العجل اللي هي مفروض يعني الملائم للعربية ده. وده فيرو. قلت بيرجران تيري لقدرنسة ايه لستبيلتو ديلا الفيكلو. بقولك عشان تضمني التمسك والثبات بتاع العربية وبزونيا كونترولاري مفروض بتفحصي كلا بريسيوني ديلا الجنفيات جوني ضغط العجل ديلا البنوماتيتي سيكولا كونسيلياتا زي ما هو منصوح بيه ديلا والمصنع وده فيرو طبعا يعني زي ما المصنع بيبقى ناصح ان انا او في الارشادات والتعليمات ان انا بعم بنفخ او بضغط العجلة لضغط او مزهورة معينة فانا بتبع التعليمات دي فطبعا بيكون افضل. يكون امان احسن. نوفا بيقول لو ضغط العجل منخفض اوي العجلة مهوية يعني ديلا البنوماتيش. نون بروفكا انو مالو كونسومو ديلا البارتي شينترال شينترالي ايه دي البارتي. بيانتوا جعلنوا ايه? الغلط هنا في كلمة شينترالي. ايه لو منخفض اوي الجواني بقى بتتاكل. انما هنا الغلط اغلطك في الضمانيا في شينترالي. شينترالي دي لما كون تربو قلته يعني العجلة منفوخة او الزيادة عن اللزوم. فبتتاكل او بتستهلك من النفس من الشينترالي. انما هنا لو هي منخفضة مش هتستهلك من الشينترالي هتستهلك من الجوانب فقط. فطبعا الضمان ده فالصو. ندخل على الاسكيدالي بعدها بتقول بقولك العربية اللي جرى معطورة. دي 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 للعربية اللي هي الجرى? دي دي. دي 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 لازم تكون زي ايه و لا دي 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 زيها زي ضغط العجل بتاع المغطورة. مين اللي قال كده هي المغطورة اللي شايلة ولا العجل من اللي قال من العربية ضغطها ضغط عجلها يبقى زي المغطورة بالضبط طبعا فلسو الضماندو. دوا بتقول ايه اه انا انسوفيتشينتي بريسيوني ديلا الجنفيات. شو بقول لو ضغط العجل غير كافي انسوفيتشينتي يعني غير كافي. آآ بيقول ديلا البنوماتيتي فا او منتاري بيزود لك لا اه اه الاحتكاك. ايه انكي كونسومي دي كاربورانتي. وبالتالي كل ما يبقى في احتكاك والعجل زي ما بيقوله كده نيم على الارض وبيحق في الارض. لانه مش منفوق كفاية. فبالتالي هتستهليكي بنزين اكتر. لانه مش مساعدك ان انك تجيبي السرعة المطلوبة. وده فيرو. تريبي يقول سيسي آآ مزورة لابريسيوني دي الجنفياتش ديلا البنوماتيتي واندو لجمه. بيقولك ان انت مفروض بتفحصي. آآ وبتشوفي ضغط العجل في حالة لجمه قلدة. لو العجل سخن. سي آآ اونا كوريتة لتورة ديلا الفالوري دي بيرسيوني. بيقولك ان ده بيكون لما كون العجلة سخنة. ده بيبقى صح الضغط بتاعة او البرسيوني بتاعة. طبعا قالت مين اللي قال لما العجلة بيكون سخنة. ده معنا ان العجل موفق بطريقة كويسة او ده كوريتة فالسو طبعا. بريما دي انت سياري اونا لونجو فياتجا. قبل ما تبدأ انك تمشي مسافة طويلة. او تسافري مسافة طويلة. يجب او مفروض بتزودي ضغط العجل بتاع العربية. وده طبعا فالسو من اللي قال ان انا عشان اسافر لازم ازود الضغط. بيقولك ضغط العجل بتاع العربية. مفروض بيكون ملائم قلة الكندزيوني على حسب حالة دلبيزو دلفيكل. يعني حسب حمولة العربية وده فيرو طبعا. زي ما بنشوف حتى الاوتو كاري والكمينات الكبيرة. لما بتبقى شايلة وزنة قيل طبعا بتزود الضغط بتاع العجل بتاعها. عشان يقدر يشيل الحمولة. ساي بيقول لها سيستيما اوتوماتيكو. النظام اللي هو اوتوماتيك دل. السيستيما الاوتوماتيك اللي انت بتعرفه من خلالها ان فيه عجلة مهوية او عايزة تتنفخ. ده بيكون من خلال شاشة في الاوتوماتيك في العربية نفسها. بيقول لك العجل اليمين او العجل الشمال هوت وهكزا. بيقول دي بجوم فياتيكو دلالبنوماتيشي. او من تاري السيستيما دي او النظام الاوتوماتيك ده بيزود لسيكوريتسا دلالفيكو. بيزود من امن العربية. لو العربية موجود فيها الخاصية دي. وده طبعا صح. ستة بيقول لك وردتة بريسيوني دي الجنفياتجي دي البنوماتيشي بيقول ضغط العجل اللي هو مزبوط دي بيعتمد على دلالكاريكو دي الفاييكول على حمولة العربية ايه دلالنمرو دي البساتجيري تراسبورتاتي. على حسب حمولة العربية وعلى حسب عدد الركاب بتوى العربية. وده فيرو. قطو بيقول لبريسيوني دي الجنفياتجي دي البنوماتيشي ضغط العجل فاسطة بالليتو امبوزي. على حسب ماتريالي الماتريال اللي هي مصنوعة منه. يعني بيقول لك على حسب المواد اللي هي الفولازية او المواد اللي هي مصنوعة منه. وده طبعا ما لوش علاقة ضغط العجل بحسب المواد اللي هي مصنوعة منه. فالصور. لبريسيوني دي الجنفياتجي دي البنوماتيشي. بيقول لك ضغط العجل بتاع العربية ديفي اسري كونترولات. ولازم بتفحصي كواندولا جومة في ردة. اسنان ما تكون العجلة بردة. وده طبعا متضمندات الفيرو. ديتشي بيقول سي ديفي كونترولاري بروتيكامينتي. مفروغ بتفحصي بطريقة دورية لبريسيوني دي لالجنفياتجي. ضغط دي البنوماتيشي. ضغط العجل. وبالاضافة للعجلة اللي احتياطيت دايما بتعمليه على كونترول وده فيرو. وانديتشي بيقول لبريسيوني دي الجنفياتجي دي البنوماتيشي. ضغط العجل. وكونترولاتو. مفروض ان انت بتعملي له فحص. او كونترول دوبو افاري بركورسو الكونة كيلو متر. بيقولك بعد ما انت بتمشي بعد عدد معين او مسافة من الامطار من الكيلو مترهاب. اباني لجمع سي ايه سورسكال ده طبعا. يعني في الحالة دي بيكون العجلة سخنة. طبعا غلط. محدش قال ان انا بعد مسافة معينة كم عدد معين. اي يعني اما امشي مسلا آآ عشرين كيلو اعمل فحص. لأ. مش متخبطة بالموضوع ده. فلسو. طيب بعده. لس كده اللي بعدها جماعة. بيقولك لاب ريسيون يا عفوا. لاب لسرو بسوري. بيقولك ضغط العجل. المزورة آآ عفوا لسرو بسوري اللي هو سمك سطح الاطار. مينو مو ديلا الباتسترادا. اقل سمك سطح اطار للعجلة. دي لاب نوماتيتي دي بيقونا اوتو فيوكو اللي بتاع العربية. ده طبعا من ضمندات الصح. اللي هو سمك العجلة. سمك سطح الاطار بتاع العجلة. عشان كده لما بيكون اقل من واحد وستة من عشرة بنقول العجلة دي كونسوماتو. يعني مستهلكة. زي ما بنقول كده في مصر ايه? العجلة منحولة او نعمة. فخلاص بتبقى خطرة عالطريق. وده فيرو. آآ ده هو بيقول لسرو بسوري من مو ديلا الباتسترادا. اقل سمك سطح اطار دي البنوماتيتي بتاع العجل دي قونا موتو فييكولي. بتاع الموتو هات بقى بتاع الموتسيكلاك. دي في اسري اونو فيرقولا آآ يتزيرو مليمترو. بيبقى واحد صحيح وده فيرو. العربية واحد وستة من عشرة والموتو واحد صحيح. تري بيقول للبنوماتيتي جونفياتي العجل ضغط بتاعه كون لا آآ اتزطه. يعني اللي هو منفوق بالنيتروجين. دي في نوري بريسيوني. بيقولك مفروض ان انت العجل اللي بيبقى منفوق بالنيتروجين دا. مفروض ان ضغطه بيكون عال كان كون كون الكون يعني زي ضغطه زي ضغط العجل اللي هو بيبقى منفوق بالهوة. يعني النوع اللي هو منفوق بالنيتروجين دا disinfect ان يكون ضغطه اقل من ضغط العجل اللي هو منفوق بالهوة. طبعا فنسبان ده. كواترو بيقول بيقول لك ايه كونسيليا بلي بينصحك سستتوري ليل بنوماتيشي بتبديلي العجل دب الكونة اني بعض بعض السنين انكسي نون سونو كونسوماتي حتى لو العجل ده مش مستهلك مفروض انه كل كزا سنة بنتي بتبديليه لانوة بيكون برضا الفعالية بتاعته والكفاءة بتاعته خلاص استهلكت فمفروض ان انت بتعمله تبديل وده اشتركوا في القناة